قبل ما يخش على تلميذ من تلمزيتك أو ابن من أبنائك اللي انت ساعدتهم ووصلوا الفريق الأول المواهب ليه قلت في مصر؟ بعض الناس تقولك أصلي ما فيش كشفين أصلي ما فيش الشارع أصلي ما فيش مش عارف إيه ومراكز الشباب بقيت غالية علينا ووي ووي والكلام دي كله شايف بلوجه تنظرك بقى للطريقة العلمية ليه المواهب قلت في مصر؟ المواهب مقلتش ولا حاجة مين اللي قلت المواهب قلت؟ إيه الدليل؟ هل عملت كشف أثبت إن المواهب في العالم كله أو في مصر قليلة؟ لا أنا يعني سوري اللي بيشتغل ما بيشتغلش نظر منطق يعني عشان نعمل حاجة صح واختبارات صح ونغطي كل الجوانب يبقى أقدر أقول المواهب قليلة ولا مش قليلة أنا بغطيش أنا عندي منظومة هذه المنظومة هتغطي وتمسح كل شبل في مصر كل شبل في مصر دا إذا كنت عايز تعمل كورة أما بتعملش كورة المدرب المنتخب يروح أل الأصواد ويروح مش عارفة الله يجي لك اللعيب لغاية عندك اعمل المنظومة العلبية صح أنت عامل المنظومة دي عامل موجودة طيب إحنا يعني المواهب موجودة وبش نادرة زي ما الناس بتقول لكن السيستم اللي هما شغالين به حتى طب قطاع الناشئين البطولة بتاع قطاع الناشئين أو المسابقات هل تتناسب مع اسمه حجم مصر؟ وأنا بقول لك طالما شغلي مش علمي اه خلاص مجرد بس هما بيعملوا المسابق كده وخلاص بتبتخل ايه المسابقات بتتعمل مش عارف ايه كل ده مش علمي العلم هو اللي يغطي لك كل شبل بس اللي تطبقها صح انت بتقول مثلا ما فيش عجبال ايه الدليل مم ما فيش دليل